السلام عليكم ومرحبا بكم بشيوة جديدة مشيوة تقوم عنا سلقي ومجيد اجبت لكم واحد شيوة رائعة خبيزات معمرين بوحد الحشوة الجيدة بزاف القوتي كفكرة الصباح يعني الفطر اولا طبعا المساء هيدا مع كأس شاي يجيو ببناني بزاف سهل تتحضير بدون دقيق وصحيا غدي حمقوا لها طبعا الاطفال ديالكم الكيبار ديالكم غي يجربوهم طبعا غادي تتبعوا ان شاء الله نصائح باش ينجح معكم هاد الخبز او لهاد الخبيزات فهو ماء صراحة سريعي التحضير ما فيهمش يعني قوة الخدمة اقتصاديين فإلا عجبكم فيديو ما تقبلوش عبلايكات ديالكم وكذلك تعليقات ديالكم وغادي اندوزوا ان شاء الله مباشرة للمقادير فبنسبة المقادير عنا هنا دقيق القمح الصلب يعني السميد اللي كيكون سميد ناعم الفينو عندي ماء دافئ السمية ملللتر يعني هنا هي يغورط طبيعي اللي تقدروا تعاوضه طبعا الى ما كانش عندكم اليغورط طبيعي كتعاوضه بالحليب ثلاث ملعق من زيت زيتون ملح ثم خميرة فورية حبيبات ديال الخبز اللي بالإمكان ديالكم كذلك تعاوضوها بالخميرة الطازجة هنا كيفما كتشوفوا معايا انا استعملت الفينو تقدروا كذلك تعملوا السميد العادي يعني الخاشن ولكن من الاحسن الى كان عندكم الفينو استعملوا الفينو بالنسبة للفينو استعملت انا تقريبا خمسمية وخمسونة غرب منسوش طبعا السكر لموازنة المضاقات وكذلك يسرع لنا عمليات الاختمار سوف نضيف كيف ما قلت لكم ملعقة من السكر ملعقة كبيرة غير مملوقة من خميرة حبيبات ثم بالإمكان ديالكم تعملوا الخميرة الطازجة اللي كتكون يعني معجونة صافيا لحسب الجو اللي عندكم حنا عنا الجو بهريد لذلك استعملت ملعقة كبيرة مملوقة طبعا ما ننسوش الملح طبعا لحسب الادواق فكيف ما اسباق لي قلت لكم بالنسبة لي ما عنداش الياغورت الطبيعي فكتستغنى عليه تماما وكتعجن عواض الماء الدافئ كتعجن بالحليب الدافئ او لكتخلطه ما بين الماء والحليب هنا الياغورت كيف ما كتشوفو 500 جرام طبعا كنت استعملت سباق لي استعملت من وغا نحتاج فقط تقريبا 100 جرام ثلاث ملاعق مملوقة جيدا فهذا الياغورت هو سرحة يعطي واحد البنة خطيرة جدا للخبز او للخبيزات دينا سوف نبدأ في العجن بواسطة اليدين فقط لعند العجنة فكتعجن بالعجنة فالعملية تكون اسهل واسرع سوف نخليكم ان شاء الله مع السور نضيف الماء شيئا فشيئا حتى نحصل على واحد العجنة التي تكون عجنة لينة جدا مطاطية وتلتسق في اليدين لا تخافوا منها سوف نعجنوها جيدا فالصير في هذه الوصفة انكم تعطيوها الماء ودليك واخر كانت تلتسق فمن بعد استعملوا بالقليل من الدقيق او بالقليل من الزيت وهذا هو السر طبعا النجاح لكي تأتي معنا العجنة او الخبيزات خفافين ومكيجوش معنا فصافي كيفما تشوفو بعد مرور تقريبا 10 دقائق وانا كنت لك فيها بالنسبة للماء فطبعا عنكم ميزانكم لانه كل دقيق او لكل فينو او سميد نوعية ديالو كان اللي كيتشرب كين اللي ما كيتشرب صافي هذا هو القوام اللي يخصكم تحصلوا عليه كيكون القوام ديالو رطب جدا وكلتسق ما تخافوش منه لانه كيفما كتعرفو السميدة وكذلك الفينو كيتشربوا من بعد ما كيرتاح قد نخلي العجنة ان شاء الله على جنب تختمر جيدا لمدة ساعة او ساعة ونصف وقد ندوزوا ان شاء الله لتحضير الحشوة هنا عندي تقريبا اربع ملاعق او ثلاث ملاعق من زيت الزيتون لما كتعجباش طبعا زيت الزيتون فكتستعمل زيت عادية او زيت نباتية صافي عندي هنا القليل من المقدونس اللي عندي مجمد كان عندكم طريفة من احسان طازج هنا عندي ثلاث الى اربع فصوص من التوم سنقطعها الى قطع صغيرة جدا ضروري ما تكون كريمية باش مجمد القطع كبيرا في الخبز سوف ننمعك بهذه الآلة جميع الحبات ثم نضيف عليها المقدونس اللي كان عندي في المجمد إذا كان عندكم طريفة يستحسن اضافة اخرى الزعتر اللي كان نستعملها يعطيهم مضاق خطيرين يعني يجمعوا مدين ما بين المضاقات الثوم المضاق الزعتر وكذلك الربع خلطة خطيرة جدا كبيرا نضيف الحشوة على جنب وكنت تناول الخبز تختمر جيدا ودروري لنجاح هذه الوصفة كيف مقدكم القوام العجين وتدركوها لمدة عشر دقائق يعني تعطيوها لك وكذلك تخليها تختمر جيدا شوفوا كيف تكون العجينة لينة جدا وكتلتساق طبعا نوعا ما تخافوشي منا فغيضهنوا ليدين ديالكم بالقليل من الزيت وغادي تجنبوا هاد يعني الالتساق اللي يكون كتير سوف نخرج طبعا الغازات والهواء اللي تكون اللي فيها غادي نضهن طبعا القاس ديالي او لا إلا كنتوا تخدموا بيدين مباشرة اللي يدين لكم زيت نباتية او زيت زيتون ثم كنشكلوا خبيزة صغر وكنعملهم على شكل بيضوي ماشي شكل كوروي بهذا الشكل الوقف مواضح في الصور ثم غادي نخليهم ان شاء الله لمرة ثانية اختمروا او يرتاحوا لمدة 15 الى 20 دقيقة فغادي نخليكم ان شاء الله مع الصور اللي كتكون اكتر توضيح واكتر تعبير الموسيقى موسيقى الموسيقى سفار بيضاء قليل من الحليب تستطيع أن تضيف الحليب قطرات من الخل لكي نحيط لديك السفورية و لا تأخذ لون بني غامق في الفرن بالنسبة للفرن نبدأ نستخنه في هذا الوقت 200 درجة يكون ساخن فوق و من تحت يكون الحرارة عالية إلى 250 درجة ثم ندهنهم جيدا و نعملهم تفليحات من الواسط بواسطة غزوغ موس حلاقة ولكن غير مستعمل يكون جديد أو يكون هذا الموس ثم نحاول نعمل هذا الشرطة أو تقطيعها التي تكون عميقة لكي تأخذ لنا الحشوة لا بأس بها في الداخل كيف لا تشاهدون في الصور واضح في الصور ثم ندهنهم يرتاحوا ضروري لكي ندهنهم لكي ندهنهم بالنسبة للحشوة التي توجدها من قبل التي تريد الحشوة قليلة يعني مدى قطة توم و الزيت قليل فتستعمل فقط الشيطة بالنسبة للحشوة أما بالنسبة للحشوة أما بالنسبة للحشوة ستعمل الملعقة يعني الاختيار سنعمرهم إلى حق مطرقهم يعني ذلك الفليحات أو الفراغات اللي عملت في الوسط سنعمرهم جيدا ثم كيفما قلت لكم الفرن يكون سخون فهذا كذلك السر الثالث ضروري جدا ماشي حتى تدخلهم على التخن الفرن لا كتكونوا مسخنين تقريبا 15 دقيقة قبل يعني من فوقهم بالنسبة للفرن غازي فكذلك يعني نفس الطريقة كتتتخنوه من قبل سنعمر الخبزة كيفما كتشوفوا سنعمرهم لحق مطرقهم باش هكذا يجين مع ضقفهم رائع جدا ثم سندخلهم كي ياخدوا ليلون ذهبي فما كياخدوش نهائيا الوقت فضغياك يطيبوا هنا هاد الطريقة او هاد العملية الاخيرة التزيين كتبقى اختيارية عندي هنا زنجلين سم سم أبيض مخلط مع السم سم الأسود ماشي زهنوج هدي ماشي حبة السوداء كتبان محل حبة السوداء كذلك تقدروا تعملوا زريعات الخشخاش او للحبة السوداء صافي وهذا هو الشكل النهائي لهم بعد مجبتهم الفرن صراحة كي يجيب بنين الزفري حديلو صراحة رائعة فكانوا هنا يبقي سخون ونشوفوا ما شاء الله كي يجي من فوق وكي يجي الشيش بزاف يعني بدون دقيق وارطي طب يعني ما تخافوش منه غي تبعوا يعني الناس صائحة اللي نسحتكم في الفيديو تبعوا الخطوات ونطبقوا نفس الطريقة وغادي تشوفوا نفس النتيجة ان شاء الله واحسن فكيف ما قدشوفوا هذا القوام ديولو كانت منينا الإعجاب للكم والاستحسن ديلكم مبقى ليخوتي اللي نقولكم دمتم فريعة الله وحفظه والسلام عليكم